لكن واحد من أهم ومن أجمل ومن أقوى الألقاب اللي تميز فيها يسوع على فكرة يسوع له أسماء كثيرة وله ألقاب كثيرة يعني في شخص كتب عن أسماء الله وألقابه في العهدين أكتر من أربعمائة اسم ولقب فكل اسم وكل لقب عم بعبر عن رسالة وعم بعبر عن دلالة معينة عن عمل معين فمثلا مكتوب عن المسيح أو قال يسوع أنا هو الراعي الصالح فالمسيح هو الراعي وفي نفس الوقت يقول عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فالناس بتستعيب كلمة الحمل لأنه الحمل وديع متواضع يعني مش بتاع خناقة ولا بطش ولا قتل ولا فتك على فكرة واحدة من ألقاب المسيح كمان يمكن بيبسطنا إحنا الشرقيين من حب هذا الاسم يسوع يلقب أيضا بأسد يهوذة غلب فهذا الأسد الغالب طبعا بيتكلم عند مجيءه الثاني فالمسيح هو الراعي الصالح وفي نفس الوقت هو الحمل الوديع خلي بالك أنه يحنى المعمدان عم بيتكلم للتلاميذ عند المعمودية والمعمودية ترمز إلى دفن إلى موت ودفن وقيامة بحسب رسالة روميا الإصحاح السادس وكانه عم بيوجه الأنظار إلى يسوع المسيح اللي قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة مش خطايا وكأنه كل خطايا البشرية كل خطايا العالم اجتمعت بكلمة وحدة خطيئة اللي هي في شخص المسيح المكتوب عنه الذي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر لاحظ الكلام الذي بجلدته يعني بحطها في المفرد شفيتم فإذا هذا العمل الكبير الرائع هو أنه يرفع خطيئة العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة